كما هي عادتها كل شتاء اغتسلت العاصمة طرابلس بسيل من الأمطار الغزيرة استمرت الأربعاء والخميس والجمعة حول طرقاتها ومنافذها إلى برك من المياه ومستنقعات من الأوحال جمعت بين الأتربة ونواتج عوادم السيارات وما حوت أكداس القمامة من توليفة مكونة من المواد العضوية المتحللة والمخلفات المنزلية المتنوعة منافذ العاصمة شرقا وغربا شهدت تجمعا لمياه الأمطار وبركا ومستنقعات غير مسبوقة تسببت في توقف حركة السير وعجزت بعض الشاحنات المتوسطة عن اختراقها ما اضطر بعض المواطنين إلى دفع سياراتهم سيرا على الأقدام بعدما توقفت بهم وسط المياه والأوحال في غياب السلطات البلدية وسيارات صهاريج سحب المياه معاناة المواطنين تتجدد كل عام مع فيضان مياه الأمطار وغياب السلطات المحلية وضعف إمكانيات جهاز السلامة الوطنية أسباب اجتمعت مع غياب البنية التحتية عن معظم أنحاء المدينة التي أصبحت ملاذا لهجرة الداخل فبات عدد سكانها في تقديرات غير رسمية يصل إلى نحو ثلاثة ملايين من البشر الذين هم في أمس الحاجة إلى دولة تخطط وتنفذ ما تستقيم به الحياة لهذا العدد في بلد يستمر فيه التناحر حتى الرمق الأخير من أجل مواقع السلطة والقرار وكما تتعاقب الفصول الأربعة يتعاقب الأمل عند المواطن بشوارع نظيفة وحركة مرور سلسة صيفا وشتاء دون أن يتكبد عناء مواجهة أنواع الطبيعة وما يثقل ميزانيته المتواضعة من أعباء الصيانة والإصلاح في زمن بات فيه بالكاد قادرا على تأمين احتياجاته الأساسية في خضم أوضاع اقتصادية شديدة التعقيد وبالغة التردي